موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه الحلقة الجديدة حلقة رقم 62 نتكلم عن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم كيف احتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية الصرع قريش انتفضت بدأت تكذب وتعلن التكذيب تستهزئ تسخر تطلق الإشاعات تطلق الأراجيف كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل احتواء فعل قريش هذا كنا في اللقاء الماضي توقفنا عند أمر أو عند حالتين من حالات النبي صلى الله عليه وسلم في مكة اللي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يعمل بسرية في مكة كلها في مرحلة مكة كلها الدعوة أعلنت خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أصبح واضحا النبي عليه الصلاة والسلام أصبح يقول للناس يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أصبح يقول لهم يا قوم أنتم على باطل على شرك وإن واجبكم أن تعودوا إلى الله أن تعبدوا الله عز وجل أن توحدوه كما تزعمون أو كما تقولون أنه رب وخالق ومتصرف فهو إله يستحق أن يعبد وأن يطاع وأن يحب وأن تذل له القلوب والرقاب يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خطاب النبي صلى الله عليه وسلم كان واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار لا تقية فيه لا مدارات فيه لا التواء فيه لا خنوع في الخطاب كان خطابا صريحا قويا واضحا في رفق وفي لين أما تعاملاته مع أصحابه أما دعوته ممارسته للدعوة فكان فيها كثير من الأمور لما كان يخفيها عن أعين المشركين بل حتى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنرى في القصة الموالية في بيعة العقبة أيها الإخوة الأحباب بيعة العقبة هذا عمل دعوي ما هوش خطاب دعوي هذا العمل الدعوي اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد فيه أن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة كلابد أن يأخذ البيعة من أهل المدينة هذه البيعة لم يعلم بها أحد إلا رسول الله بعد الله عز وجل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق علي بن أبي طالب العباس بن عبد المطلب وكان يومئذ ظاهره على الشرك وعلم بها المؤمنون من أهل المدينة تمت في سرية تامة لأنها خطة لأنها عمل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون الإحتياطات الأمنية لدها النبي صلى الله عليه وسلم وترك أمر الهجرة سرا وأخفى بعض بنود الخطة حتى عن أصحابه المقربين أيها الإخوة الأحباب يجب أن نفرق بين خطاب الدعوة وبين عمل الدعوة خطاب الدعوة ينبغي أن يكون واضحا لا التواء فيه ولا لبس قصة من قصص أصحاب رسول الله توضح لنا كثير من هذه الأمور رواها الإمام المسلم الإمام المسلم بسنده عن عمر بن عبسة السلمي عمر بن عبسة هذا يقول يقول وأنا في الجاهلية كنت أكره عبادة الأوثان وكان يرى بأن الله تبارك وتعالى أكبر من هذه الأصنام التي حول الكعبة يقول فسامعت رجلا بمكة يخبر أخبارا أن يتكلم في التوحيد فارتحل عمر بن عبسة هذا إلى مكة يقول فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا وقومه يومئذ جراء عليه لاحظوا معايا يقول فتلطفت حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل عبارة عنها مدلول فقال يا محمد ما أنت قال عليه الصلاة والسلام أنا نبي قال وما نبي قال أرسلني ربي قال بما أرسلك قال أرسلني لاحظوا معايا قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله وحده لا شريك له فقال عمر بن عبسة فإني متبعك فقال عليه الصلاة والسلام ألا ترى إلى حالي وحال الناس ارجع إلى قومك فإن سمعت بي ظهرت فأتني يقول عمر بن عبسة فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وبدأ الناس يفدون إليه يقول وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما لقيته قلت له يا رسول الله أتذكرني قال شوف مدة طويلة قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة لاحظوا معايا هذا الحديث فيه دروس كثيرة ودروس لتتعلق بالموضوع الذي نتكلم فيه طبعا هو كان على جاهلية هذا عمر بن عبسة وكان يتكلم في التوحيد بأن الله واحد وأكبر من هذه الأوثان كما قلت لكم سابقا كورق بن نوفل وكأمية بن أبي الصلط وزيد بن عمر بن النفيل ورق عمر بن عبسة هذا يقول فسمعت رجلا بمكة يخبر أخبار إني سمعت واحد رأى في مكة يدعو إلى مثل هذا الذي أنا أريده معنى ذلك أيها الإخوة الأحباب أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجهر بالدعوة بدأ ينتشر في الآفاق سنتكلم عن ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى فسمع به يقول فجئت مكة فإذا رسول الله مستخف يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مستخفي يعني ليس مستخفي بدعوته كان مستخفي مع أصحابه مع أصحابه أين يلقى أصحابه أين يجتمع بأصحابه ماذا يصنعون هذا كله كان في السر يقول عمر بن عبسة فتلطفت حتى دخلت تلطفت يعني طريقة ذكية ولطيفة واللطف أقرب منه تلطفت معنها استعملت طريقة خفية للوصول إلى محمد صلى الله عليه وسلم كان ذكي هذا عمر بن عبسة فتلطف حتى دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما أنت نقاش صريح واضح لا فيه لا كذب لا تقيا لا حتى ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى الأنصار بحاجة إلى من يتبعه لكن صريح في الموضوع موضوع الدعوة واضح قال ما أنت قال نبي قال وما نبي قال أرسلني ربي قال بأي شيء أرسلك بأي موضوع أمرك أن تخاطب الناس قال بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله وحده لا شرك له لاحظوا معي جيدا صلة الأرحام هذه لا نقاش فيها لا نتكلم فيها لأن هذه من أخلاق الإسلام التي أمر الله تبارك وتعالى بها منذ البداية حتى ولو كان الرحم هذا مشركا ينبغي أن يوصل إلا في حالة واحدة طبعا هذه الحالة وإن الإنسان المؤمن يكون في صف المعركة ورحمه يكون في صف المشركين تندلع المعركة هنا ماتقاش أرحام خلاص كما فعل عمر في بدر وكما فعل أبو عبيد مع أبيه في بدر هذه مسألة أخرى لكن ما عدا ذلك تبقى صلة الرحم هذه عندها علاقة بالرحم الأمر الثاني قال له أرسلني بكسر الأوثان معناها مهمتي أن أكسر الأوثان ثالثا وأن يعبد الله وحده لا شريك له لاحظوا معي أيها الإخوة والأحباب قال له إن مهمتي إن دعوتي تقتضي أو تطلب وتدعو أن يعبد الله وحده لا شريك له ولكن ما وشغل أن يعبد الله وحده لا شريك له بأن يكسر أن تكسر الأوثان أن يعبد الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلة أن يعبد الله وأن يطاع وأن تكسر الأوثان ومعبودات الكفار أيها الإخوة الأحباب أسألكم سؤالا هذه كانت في بدايات الدعوة في السنة الرابعة للبعثة تقريبا هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر وثنا واحدا في مكة هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف حول الكعبة ويكسر الأوثان في السنة الرابعة أو سنة الخامسة بل كان يطوف والأوثان محيطة بالكعبة بل كان يصلي في الحرم والأصنام تملأه متى كسر الأوثان كسر الأوثان في السنة الثامنة للهجرة أي بعد حوالي سبعطعش سنة من هذه الحادثة ما دلالة ذلك دلالة ذلك أو دلالة هذا الأمر كبيرة جدا لو بدأت الحديث عنها فإن الوقت يضايقني وأنا أكره أن أقطع القصة في منتصفها فيضيع جمال القصة وتضيع لذتها إلى لقاء مقبل بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر